قال لوفرو في ذات اليوم إننا في أوكرانيا والولايات المتحدة أن تكون لهم صلة بالهجوم لا يعني أن هذا هو الحال هذا عمل أيدي من وضعه أنه ما كان ممكن لكيف أن تنفذه من دون علم خربيين إن روسيا سترد بإجراءات عملية في ذات اليوم عندما سئل عما إذا كان من الممكن إجراء نوع من التواصل بين روسيا والولايات المتحدة على ضوء نفي واشنطن تورطها في الهجوم على الكريملين قال سكرتير الصحفي لرئاسة روسية ديمتري بيسكوف إن أي نوع من التواصل ممكن وذلك من أجل تحقيق أهداف روسيا وضمان مصالحها وقد شدد بيسكوف على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان للتواصل إذا لزم الأمر هذا وأصدر مكتب الإعلام الرئاسي الروسي رسالة يوم الأنبعاء قال فيها إن الجانب الأوكراني حاول استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة المقر الرئاسي الروسي في الكريملين في الصباح الباكر من ذات اليوم ولكن نجح الجانب والروسي في اعتراضها ولم يتسبب الهجوم في خصائر في الأرواح والممتلكات بالكريملين وقال بيسكوف لوسائل الإعلام يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم على الكريملين وأوكرانيا تتصرف وفقا لتعليمات الولايات المتحدة لكن كلا من الولايات المتحدة وأوكرانيا تنفيان ذلك